الأزمة الأخيرة مثلاً أنا ضد اقتحام النقابة وطبعاً قلت الكلام ده في توقيته وفي حينه في مقال منشور في الأهرام لأنه بكتب كل أسبوع في الأهرام وبالتالي ده مقال معلن ومسجل يعني لكن برضو ضد سوء إدارة الأزمة لأن سوء إدارة الأزمة هو الذي عمق هذه الأزمة سوء إدارة الأزمة من أي طرف؟ من النقيب والمجلس فطبعاً ده عمق الأزمة لأن المفترض أنه كان لازم يبقى فيه الخطوات التسعودية يعني ما نجيبش من الآخر زي زي ما أنا قلت حدثتك في الأزمة الملهمة بتاعت القانون 95 دي كانت أزمة ملهمة لنا فكل الأزمات اللي لازم نقتضي بيها يعني فنقدر نوصل لحلول طبعاً ده عمق الأزمة وخلق حالة من حالات الاستقطاب داخل الوسط الصحفي طبعاً إن شاء الله بإذن الله يعني أملي كبير جداً فإنت انتهي هذه الحالة وتعود لحمة الصحفيين لأن هي القوة قوتنا أساساً في وحدتنا مهم جداً إن نبقى وحدة 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 مش معنى كده إن احنا نبقلون واحد هذا كلام غير مقبول إطلاقاً لكن يبقى فيه مساحة اتفاق واختلاف دون تخوين مش لازم حضرتك عشان يعني لما تبقيش متافأة معايا إن أنا أتهمك بالعمالة والتخوين وكذا 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 هذا أمر مرفوض تماماً ولا يجب أن يكون لا في الصحافة ولا في غير الصحافة على فكرة لأن ده حاجات يعني عفى عليها الزمن فبالحوار والتواصل نقدر نعيد وحدة اللحمة الصحفية مرة تانية وترجع نقاب الصحفين أقوى مما كانت وأقصر ازدهاراً مما كانت لأن النقابة هي المظلة بتاعتنا وهي نقابة مش أنا ظني إنها مش خاصة بالصحفين هي خاصة بالصحفين كعضوية لكنها نقابة بتهم كل أرجاء المجتمع لأن هي لها صلاة مهمة بالمجتمع وهي الجزء حي من هذا المجتمع إما بنطلب الحرية للصحافة فنحن نطلب الحرية للمجتمع وأنا نطلب الحرية للصحفين وبالتالي مهم جداً أن نقاب صحفين ترجع أقوى مما كانت ترجع وحدة صحفين أقوى مما كانت ما نتهمش بعض وننهي حالة الاستقطار